اشتركوا في القناة سموتريتش استدعت وزارة الخارجية الاردنية في وقت سابق السفيرة الاسرائيلية في عمان بهدف الاحتجاج كما نددت دول اخرى بشدة بتصريحات سموتريتش بينها الامارات العربية المتحدة ومصر والولايات المتحدة وفرنسا اضافة الى الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي كانت الخارجية الاسرائيلية حاولت رأب الصدع بتأكيد ان اسرائيل تحترم سيادة الاردن على اراضيه كما تلتزم باتفاقات السلام الموقعة معه لكن توصية مجلس النواب الاردني بطرد السفير الاسرائيلي حتى وان كانت غير ملزمة للحكومة فانها تعكس الموقف الشعبي من سياسات حكومة التطرف اليميني في اسرائيل اننا في مجلس النواب نطالب الحكومة باجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية حكومة الاحتلال لخارطة ما يسمى اسرائيل تضم حدود المملكة الاردنية الهاشمية والاراضي الفلسطينية المحتلة فهذا امر لا يمكن السكوت عنه ويشكل خرقا لمعادة السلام والاعراف الدولية وان تصريحات الوزير العامل في حكومة الاحتلال تعكس صورة حكومة المضطرفة ولن تزيد الاردنيين الا ثباتا خلف قيادتهم وجيشهم والاجهزة الامنية ولن تزيد الشعب الفلسطيني الا سمودا في وجه آلة الحرب والخراب التي ما زالت تدنس مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس وما تقوم به من أعمال إجرامية ومتطرفة إنما يقود كل مساعي السلام الشامل ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية الانحياز إما لحق الشعوب في تقرير المصير أو الانحياز لحكومة متطرفة الزميلات والزملاء مثل ما تم إعلان من مجلس النواب عن تبني حملة الاعتراف بالدولة الفلسطينية فإننا سنقوم بالتحرك العاجل مع الأشقاء والأزدقاء في البرمنات العربية والدولية ونبرق لهم من أجل مخاطبة حكوماتهم لتعالية الاحتلال واتخاذ خطوات رافضة لكل الإجراءات المطرفة التي يقوم بها ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا ضيفان من العاصمة الأردنية عمان رجى طلب الكاتب والباحث السياسي ومن العاصمة الأمريكية واشنطن السفير مسعود معلوف الدبلوماسي السابق والخبير في الشأن الأمريكي أبدأ معك سيد رجاء وبداية تأثيرات تصريحات وتصرفات مسؤولي الحكومة اليمنية المتطرفة في إسرائيل على محيطها الإقليمي علاقة إسرائيل بمحيطها الإقليمي وحتى مع حلفائها في الغرب يعني أولا هذه الشخصية شخصية معروفة بتطرفها والحكومة أصلا هي عبارة عن ائتلاف من المتطرفين على رأسه متطرف كبير اسمه بن يمين نتنياهو يعني علينا أن لا نجزئ الحكومة الإسرائيلية بأن نتحدث عن بن كافير ونتحدث عن اسموترش وننسى رأس الأفعى أو صاحب هذا الإتلاف ورئيسه الذي يمثل الحكومة الإسرائيلية هذا النهج هو نهج نتنياهو وليس نهج المتطرفين وهو رأس المتطرفين فإذا كان المسألة هي ردود فعل هذا الرد فعل لحظي وآني ويجب أن لا نتمترس خلفه يجب أن يكون هناك إجراءات على الأرض مسألة طرد السفير الإسرائيلي في بيان لمجلس النواب قد يتم وقد لا يتم ولكن المطلوب هو اتخاذ إجراءات عملية حقيقية من أجل جعل هذه الحكومة تشعر بوجود قوة مضادة لها حقيقة الأردن ليس لقم سائغة لكي تتصرف هذه الحكومة بمزاجها يعني قبل أسابيع استقبل نتنياهو هنا وبعدها ارتكبت أيضا مطزرة في نابلس وبعدها مطزرة أخرى في حوارة وهكذا إذن يجب أن يكون هناك مواقف رادعة نهائيا لهذه الحكومة بكل الأحوال هذه الحكومة ليست حكومة السلام هذه الحكومة هي حكومة حرب حقيقية على الأرض وعلى الشعب ليس للشعب الفلسطيني فقط الذي يخوض غمار حرب يومية مع هذا الكيان المتطرف إنما أيضا حرب على الأردن لذلك يجب إعادة ومراجعة وفتح اتفاقية السلام من جديد ومن أهم الخطوات العملية التي يجب أن تتخذ هو تجميد الاتصالات كاملة مع هذه الحكومة وتحديد سقف زمني من أجل أن يتم التالي أولا اعتدار رسمي من رئيس الحكومة على هذه التفاهات التي يقوم بها هذا المتطرف بين غافير واسموتريش هذا مهم جدا من أجل كسر كبرياء وعنفوان هذا الرجل الذي يسمى بن يمين نتنياهو الذي يحرق كل شيء من أجل أن يحصل على الحصانة الأبدية لكي لا يحاكم في إسرائيل ويخرب كل شيء من أجل حماية ذاته هذا واحد أيضا بعد تحديد هذا الصقف الزمني لم تتخذ هناك قرارات حقيقية في تعديل شكل الحكومة نحن لا نريد أن نتدخل في طبيعة الحكم في إسرائيل وطبيعة النظام السياسي في إسرائيل لأنهم أحرار ولكن عندما تصبح حرية هذا المجتمع المتطرف هي عبارة عن وبال على اتفاقات السلام الموقع معنا ومع الفلسطينيين أيضا ومع بعض الدول العربية يجب أن تكون هذه الحكومة حكومة لها عقل وإن لم يكن لديها عقل يجب علينا أن نقول لها لم يكن لديك عقل نحن أيضا ليس لدينا عقل لإحترام أي شيء وقعناه معك لذلك يجب أن يكون هناك رد فعل قاسي تجميد الاتصالات يجب أن يبدأ من الآن واعتذار رسمي من رئيس الحكومة الإسرائيلية يعني سلأتي لهذه النقطة لاحقا سيد رجل لكن اسمح لي أن أذهب إلى واشنطن إلى سيد سفير مسعود معلوف سيد سفير إذا عدنا للوراء يعني أياما قليلة أو أشهرا لمراقبة تصويت الناخب الإسرائيلي نفسه باختيار هذا اليمين المتطرف ليكون على رأس الحكومة إلى أي مدى اتسق الناخب الإسرائيلي مع النظام الدولي الذي يعاني من سيولة كبيرة في ذلك التوقيت وفي طور التشكل للنظام عالمي جديد أولا بعد التحية لك وللضيف الكريم من عمان وللمشاهدين الكرام لو سمحت لي أن أوجه كلمة تهنئة للجميع بمناسبة حلول شهر رمضان المباراة كل عام وانتو شكرا الموضوع هام جدا الموضوع خطير جدا ما تحدث به الوزير سموتريتش أمر خطير جدا الانتخابات التي حصلت سابقا منذ أشهرين في إسرائيل تدل إن دلت على شيء إنما تدل على أن هناك نوعا من التوجه لدى الشعب الإسرائيلي صوب اليمين ونتنياهو الذي هو رئيس الحكومة هو مضطر ليتعاون مع هذا اليمين المتطرف جدا لأن اليسار لم يقبل أن يتشارك معه في الحكم ربما قد كان قد يستطيع أن يهدئ بعض الشيء من التحرك اليميني الزائد عن اللذوم كثيرا كثيرا ولكن نتنياهو كما نقول في اللغة العربية الدارجة هو محشور لأنه إما أن يكون رئيس حكومة أو يتعرض للمحاكمة وربما للسجن من هذا المنطلق هو مضطر أن يساير قدر المستطاع وقدر الإمكان هؤلاء المتطرفين اليمينيين الذين لا إنسانية عندهم أقل ما يقال فيهم مضطر أن يسايرهم لأنهم يهددونه كل لحظة بالاستقالة ومع أنه هو إلى حد بعيد كما تفضل الضيف الكريم بن عمان إلى حد بعيد هذه هي سياسة هو يؤيدها ولكن اضطراره للبقاء في الحكم كي لا يذهب إلى السجن سيحمله على مسايرة هؤلاء المتطرفين أكثر من اللازم وربما كان الشعب حتى لو كانت الأكثرية جاءت بالانتخابات بتوجه إلى حد ما يميني كان يستطيع نتنياهو أن يشكل حكومة أقل تطرفا لو وافق معه الآخرون ولكن معروف عنه تطرفه اليميني الزائد لذلك لم يقبلوا بمشاركته ويعرفون حتى زملائه في البرلمان يعرفون مواقفه وعندما نرى دولا مثل الولايات المتحدة التي هي بمثابة الأب الروحي لإسرائيل وفرنسا التي هي متعاونة معها والاتحاد الأوروبي ودول عربية والأمم المتحدة أيضا ودول عربية طبعت علاقاتها مع إسرائيل تقف مثل هذه المواقف هذا أمر مهم جدا يدل على مدى التطرف الإسرائيلي وعلى مدى عدم قبول مثل هذه المواقف التي لا تمثل الإنسانية بأية صلاة نعم نعم طيب يعني اسمح لي سيد سفير أن أعود مرة أخرى إلى سيد رجا طلب في عمان سيد رجا يعني هل هي المرة الأولى التي تتحدث فيها عمان عن طرد السفير الإسرائيلي وسحب السفير الأردني من تل أبيب أم يعني هناك سوابق لذلك وإلى أي مدى يمكن أن تستجيب الحكومة الأردنية بالفعل لتوصية البرلمان وتخطو هذه الخطوة يعني هذه المرة دعني أذكر حضرتك وأذكر المشاهدين الكرام وضيفك في واشنطن بأن محطات العلاقات الأردنية مع نتنياهو تحديدا لكود أقصد ولكن عرأس نتنياهو هي محطات ليست مريحة منذ أن تسلم الحكم لأول مرة عام 1995 نذكر أنه بعام 1998 قام بمحاولة اغتيال قام هو طبعا بأوامره وبالطلاعه بمحاولة اغتيال خالد مشعل بعمان وكانت هناك أزمة عميقة حصلت بين تل أبيب وبين عمان وتدخل المرحوم جلالة الملك حسين وهدد بشطب اتفاقية السلام إن لم يتم إنقاذ خالد مشعل باعتباره مواطن أردني كان هذا اختبار حقيقي وحاسم في مسألة خلق ردع لهذا الأرعن هذا الأزعر السياسي نتنياهو الذي أصلا هو ثقافته في بيته في بيت والده هي ثقافة متطرفة وهي ثقافة جابوتونيسكي الذي لا يؤمن بوجود الشعب الفلسطيني ولا بحقوق للشعب الفلسطيني هذه كانت من المحطات الحاسمة الآن نخوض غمار محطة حاسمة أخرى هذه المحطة في بعدها الاستراتيجي لا اعتراف بالأردن لا اعتراف باتفاق السلام لا اعتراف بالشعب الفلسطيني الذي هو شعب شقيق ونحن نعتبر القضية الفلسطينية والأرض الفلسطينية هي مسألة أمن قومي أردني إذن هذه محطة خطيرة إن لم نكن قادرين على اتخاذ موقف جدي وحاسم يردع نتنياهو شخصيا وهو حر بالتالي بحكومته يعدلها يغيرها يعمل بها ما يشاء يبقيها على ما هي عليه ولكن على الأقل هو يجب عليه أن يحافظ على قدسية التعامل مع الأردن باحترام وتقدير وهذا لن يكون ببيانات وشجب وكلام فارغ هذا بإجراءات عملية مثل ما قلت قبل قليل يجب تجميد العلاقات ببيان رسمي يحدد فيه سقف زمني وعليه أن يعتذر خلال هذا التجميد وهذا الاعتدار ليس شفويا يأتي إلى عمان ويعتذر ويقول أنا وحكومتي لن نقوم بأي إجراءات تمص كرامة الشعب الأردني وكرامة الملك عبدالله الذي جاء إليه قبل أسابيع من أجل أن يقول له نحن ملتزمون بالسلام نحن لا نخدع ولا نلدغ من حجر من جحر مرتين هذا أفعى يجب علينا أن نتخذ إجراءات حاسمة ومحددة وألية حاسمة وواضحة دون ذلك سنبقى نحن نتعامل بردود الفعل وهذه نقطة ضعف لا نقبل لأنفسنا كشعب أردني وكقيادة أردنية أن نبقى في هذا المربع نعم طيب أعود مرة أخرى إلى سيد سفير مسعود معلو سيد سفير يعني مع كل تصرف من حكومات إسرائيلية سابقة كان دائما يتم اللجوء إلى الولايات المتحدة باعتبارها الحاضنة والراع الرسمي لإسرائيل وإسرائيل طفلتها المدللة إذا جازت تعبير الآن الولايات المتحدة الأمريكية مشغولة بكثير من الأمور لعل أهمها الحرب في أوكرانيا وأيضا هي على أعتاب انتخابات جديدة في العام المقبل فما مدى قدرة إدارة بايدن حاليا على إيجاد حل مع هذه الحكومة المتطرفة والضغط عليها؟ سؤال وجيه جدا لنعود بالأمور إلى بداية عهد الرئيس بايدن عندما تسلم الرئيس بايدن الحكم حاول أن يعيد بعض السياسة الأمريكية التقليدية تجاه إسرائيل وتجاه الفلسطينيين عبر رفض ما كان قد قام به سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب من إعطاء كل شيء للفلسطينيين لعفوا للإسرائيليين وأخذ كل شيء من الفلسطينيين بايدن حسن بعض العلاقات مع إسرائيل مع الفلسطينيين من ناحية مادية من جهة من ناحية الكلام من جهة ثانية ولكن على الأرض لم يقم بأي عمل فعلي يعني يتحدث عن حل الدولتين التي كان رفضها سلفه ترامب ولكنه لا يقوم بأي عمل حسي عملي لتحقيق ذلك أو للسعي لتحقيق ذلك ثم جاءت بعد ذلك حرب أوكرانيا التي غمست الولايات المتحدة بالكامل وكل ما تفعله الإدارة الحالية الأمريكية هو أن تسعى أن تهدئ العمور قدر الإمكان لكي لا تلتهي عن ما تقوم به في أوكرانيا عندها أولوية حاليا هي الوقوف في وجه روسيا في اجتياحها لأوكرانيا تجنيد دول حلف شمال الأطلسي الناتو والدول الأوروبية والدول الغربية عامة وأيضا أستراليا واليابان ضد روسيا من هذا المنطلق هي ليس لديها لا الوقت ولا الرغبة ولا الإدارة في صرف النظر عن هذه الأولوية تسعى ترسل من وقت إلى آخر مندوب وزير الخارجية أو مندوب كبير ليسعى إلى تهدئة الأوضاع تقوم بتصريح من هنا وتصريح من هناك أيضا لتهدئة الأوضاع ولكنني لا أعتقد أنا شخصيا أن الولايات المتحدة في الوقت الحاضر تستطيع أن تأخذ أي موقف على الأرض يضر بإسرائيل هي أيضا بحاجة إلى إسرائيل لتعطي بعض الأسلحة والتكنولوجيا إلى أوكرانيا أيضا هناك أمور كثيرة تحت حول دون تمكن الولايات المتحدة من القيام بما كان يتوجب عليها القيام به لتكون أقلا توازي الكلام مع الفعل ولكن أنا شخصيا أعتقد مثل ما تفضل الضيف الكريم من عمان سابقا أنا أعتقد أن الدول العربية التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل هي التي يمكن أن تضغط مجرد التهديد بسحب السفراء مجرد التهديد بقطع العلاقات مع إسرائيل إسرائيل تعول كثيرا على ما قام به في سبيلها الرئيس السابق دونالد ترامب وخلق هذه العلاقات الدبلوماسية إذا قامت هذه الدول بالتهديد حاليا وخطع علاقاتها مع إسرائيل بسحب سفرائها فعلا الإمارات المتحدة قامت ببعض الخطوات يبدو أنها طلبت من سفيرها في إسرائيل أن لا يقوم بأي اتصال مع المسؤولين الرسميين الإسرائيليين كان هناك شجب كلامي كبير ولكن يجب أن يعتب ذلك تهديد فعلي وربما تحرق أيضا إما بسحب السفراء مؤقتا أو بسحب العلاقات الدبلوماسية لاحقا في حال لم تقم إسرائيل بما يجب أن تقوم به لتصحيح هذا الوضع الخطر جدا والوقح جدا وكيف يمكن أن نقول أنه لا يوجد شعب فلسطيني كيف يمكن أن يقبل أي إنسان على صفح الأرض بأمر مثل هذا من هذا المنطلق على الدول العربية قبل كل شيء تلك التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل أن تأخذ المواقف اللازمة في هذا المجال عند هذه النقطة سيد سفير اسمح لي أن أعود بها إلى سيد رجا طلب في عمان سيد رجا الموقف العربي تمثل بداية في استنكار كل من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة لهذه التصريحات وهو ما يطرح السؤال كما تفضل سيد السفير مسعود عن الدول العربية والضغط العربي الذي يجب أن يكون لا سيما وأن هناك تطورات في المنطقة العربية في الآونة الأخيرة على سبيل المثال التطبيع بين السعودية وإيران إعادة دمج سوريا في النظام العربي مرة أخرى كيف يمكن الاستفادة من هذه التطورات في تشكيل قوة ضغط على هذه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة؟ سيدي هذا الظرف السياسي والذي تفضلت به هو عبارة عن الظرف المناسب تماما من أجل حشر هذه الحكومة المتطرفة وعلى رأسها بين يمين نتنياو في الزاوية ولكن علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار أنا سأجاوب على السؤال المهم الدول العربية مهمة في أن تضغط على إسرائيل بتوظيف العلاقات التي أقامتها معها وبالتهديد بقطع هذه العلاقات وهذا مهم جدا لأن الكيان الإسرائيلي يعول على هذه العلاقات ويعتبرها جزء من نجاحه الدبلوماسي في اختراق العرب والمنطقة العربية والعقل العربي وهو الأكثر ولكن هل سنبقى في دائرة التفكير في كيفية أخذ وامتصاص ردود الفعل اليوم مثلا الكنيسة الإسرائيلي وافق بالقراءة الأولى على تحصين رئيس الوزراء يعني البدء بخطوات من أجل كسب الوقت وتحصين نتنياهو ضد المحاكمة القصة ببساطة شديدة أن نتنياهو أخذ كل هذا العالم أخذ كل هذه المنطقة أخذ الإيباك بأمريكا وأخذ الإدارة الأمريكية وأخذ العلاقة مع الأردن والعلاقة مع مصر والإمارات كلها حط في كفة ومن أجل أن لا يذهب إلى المحاكمة في كفة أخرى هذا الرجل ليس مجرما هذا إرهابي من طراز رفيع من أجل إنقاذ نفسه لكي لا يرى صورة رئيس الوزراء الأسبق العمالي الذي حكم عليه بالسجن سبع سنوات بالتالي هو هم الأساسي أن يحصن ذاته من أجل أن لا يذهب للسجن ومقابل هذا الفعل أو هذا الوصول إلى هذه النتيجة كل الدنيا لا تساوي بنظر شيء إذن المطلوب هو أن لا نجعله يكسب الوقت هذا أمر مشروع الآن هو يريد أن يحصن هذه الحكومة المتطرفة وقراراتها من أجل أن تأخذ ما يسمى بالشرعية الداخلية الإسرائيلية التي بالتالي هي تصبح جزء أساسي من الدفاع عن القرار الإسرائيلي المستقل لذلك حتى ليباك بعد فترة الذي أدان طبعا هذه التصريحات والإدارة الأمريكية التي رفضتها والفرنسية وبريطانيا بعد فترة التشريعات في الكنست الإسرائيلي تصبح هي القاعدة التي تبني عليها إسرائيل اليمينية خلال السنوات القادمة كل الاستراتيجية التي تريدها يجب قطع الطريق عليه ويجب أن لا يكسب الوقت لأنه كسب الوقت هو على حسابنا على حساب الشعب الفلسطيني وحساب العرب نعم طيب أعود مرة أخرى إلى سيد السفير مسعود معلوف سيد السفير إمكانية اللجوء إلى حلفاء جدد في النظام الدولي في ظل عجز المؤسسات الدولية نتيجة الفيتو الأمريكية أو الوقوف الأمريكي الدائم والأوروبية أيضا إلى جانب الحكومات الإسرائيلية المتتابعة مع نظام عالمي في طور التشكل كما يرى البعض مدى إمكانية البحث عن حلفاء جدد للقضية الفلسطينية نعم إن زيارة الرئيس الصيني أمس شي جينفين إلى موسكو أسست لنوع من الشراكة العالمية الجديدة بحيث أن على ما يبدو نحن على مشارف انتهاء عالم القطب الواحد القطب الأمريكي وبدأ العالم المتعدد الأقطاب بالإضافة إلى هذه الشراكة هناك ربما يتوقع كل من الصين ومن روسيا أن تنضم إلى هذه الشراكة دول مثل إيران ودول أخرى عربية ربما ليست على علاقات ممتازة مع الولايات المتحدة وربما تستطيع فلسطين أن يكون لها دور في هذا الموضوع بحيث لا تعود الولايات المتحدة وحدها التي تقرر في كل ما يتعلق بإسرائيل وبالقضية الفلسطينية مثل ما هو الوضع حاليا إن ربما تقرب الفلسطينيين من هذا المحور الجديد الذي هو ما زال في بدايته وأنا أعتقد أنه ربما يستحسن البدء بإقامة علاقات بتحسين الأوضاع بتقارب أكثر أكبر صحيح أن روسيا وإلى حد كبير أيضا الصين تؤيد بصورة عامة القضية الفلسطينية والقضايا العربية عامة ولكن ربما يكون من المفيد أن تبدأ منذ الآن أن يبدأ الفلسطينيين بتعزيز علاقاتهم مع موسكو نعرف أن موسكو حاليا غارقة في حربها ضد أوكرانيا ولكن أيضا ما زال عند الإمكانيات لكي تقوم لكي يكون لها دور وهي تريد هذا الدور وقد برز ذلك أمس من خلال البيان المشترك الذي صدر عن الرئيسين الصيني والروسي وتشديد دور الأمم المتحدة في العلاقات الدولية والطلب من الدول خاصة دول مثل الولايات المتحدة التشديد على مثل هذه الدول بعدم تخطي قرارات الأمم المتحدة يعني أنا أعتقد أنه عن طريق الأمم المتحدة وباقتراب قيام مثل هذا التحالف القوي تستطيع القضية الفلسطينية ربما أن تخلق بعض التوازن في العلاقات مع إسرائيل هذا أمر ربما قد يكون مفيدا بالإضافة إلى ما قلناه سابقا عن دور الدول العربية خاصة تلك التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل الضغط ينبغي أن يبدأ بقوة وأن لا يتوقف حتى نرى نتيجة حسية على الأرض من قبل إسرائيل مع أنني أنا شخصيا أشك بأن يتمكن نتنياهو من أن يقوم بأن يتخذ أي موقف مؤيد إلى حد ما للعرب أو متقرب بعد الشيء مع الفلسطينيين سواء بسبب مواقفه الخاصة وقناعاته أو بسبب الضغوط التي يتعرض لها ويهددون بها اليمنيون المتطرفون في الحكومة مثل سموتريتش وبنكفير يهددون بالاستقالة وفي هذه الحالة سيصعب على نتنياهو تأليف حكومة جديدة وربما يعود إلى بنزله وإلى المحاكمة وربما أتمنى إلى السجن سنرى كيف ستتطور هذه الأمور ولكن الضغط يجب أن يستمر بقوة وبقوة دون توقف شكرا جزيلا لك سيد سفير مسعود معلوف الدبلوماسي السابق والخبير في الشأن الأمريكي كنت معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن وشكرا موصول إلى سيد رجاء طلب الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان مستمرون معكم في برنامج وراء الحدث ونتابع بعد الفاصل الأمن اللبناني يتصدى لمتظاهرين حاولوا اقتحام مقر الحكومة وسط احتجاجات على الانهيار الاقتصادي اشتركوا في القناة